طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بمراجعة شاملة لأسعار الخبز المشروح بعد مرور سنة تقريبا على رفع الدعم عنه وفرض سعر جديد له وطالبت الجمعية بحسب بيان صحفي بتخفيض سعر الكيلو الواحد من الخبز المشروح ما بين خمسة إلى سبعة قروش رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات أكد على ضرورة مراجعة القرار وتحليل حيثياته وآثاره حيث تبينت آثار الرفع الإيجابية والسلبية ويستوجب بعد رفع الدعم عنه احتساب أسعار القمح المستورد للاستهلاك من حيث انخفاض أسعاره بشكل ملموس بالبرصات العالمية ولا بد أن ينعكس هذا الانخفاض على سعر بيعه محليا وبينا أن السوق تأثر بشكل سلبي من عدم إقبال أغلبية الأفراد للشراء من محلات أسعارها مرتفعة من وجهة نظرهم وفق قدراتهم الشرائية التي تتناقص منذ مدة ليست بالقصيرة